اختصارات كتير هتوفر عليك وقت كبير وهتخليك محترف في استخدام الكيبورد يمكن ما تحتاجش بعد كده تستخدم الماوس خالص زي الناس اللي بنشوفها في الافلام كده اللي هم دي بلللللللل على الكيبورد على طول هنتكلم عن اختصارات الـ Functional Keys زي الـ F1 والـ F2 والـ F3 أيوة الـ F8 دي كلها اختصار لكلمة Functional لو مكنتش تعرف وهنتكلم عن اختصارات الـ Alt Key الـ Ctrl Key الـ Shift Key وكمان الـ Windows Key اهلا بيك انا اسلام ودي قناة كوتزلة يلا بينا نبدأ اول حاجة الـ Functional Keys اول حاجة زرار الـ F1 زرار الـ F1 بستخدمه لما كنا عايز اعمل Display للـ Help او افتح الجزء الخاص بالمساعدة بتاع البرنامج اللي انا اشغال عليه فانا دلوقتي لو في جوجل كروم دست F1 هيفتح معي الـ Help بتاع الجوجل كروم زي ما انتو شايفين كده اما لو انا كنت جوا الـ File Explorer اللي هو فيه الفولدرز بتاعتي والاشياء الخاصة بي على الكمبيوتر لو دست زرار الـ F1 فهيفتح الجزء بتاع الـ Help الخاص بالـ File Explorer زي ما احنا شايفين قدامنا الـ F2 بيمكنني ان انا اقدر اعمل Renaming او اغير اسم الفولدر او الفايل اللي انا عايزه فلو قفت مثلا على فولدر كوتزلة بالشكل ده ودست F2 حالان هو فتح لي القدرة على ان انا اغير اسم الفولدر بالشكل ده الـ F3 بيمكنني ان انا اعمل Search او بحث في المكان اللي انا فيه فانا دلوقتي مثلا لو فتح الفايل Explorer ودست F3 بالشكل ده هيظهر معايا هنا ان انا اقدر اكتب اي كلام ادور عليه او اي اسم فولدر او فايل موجود عندي فلو مثلا كتبت اسلام هشام مش لازم يبقى اسم الفولدر بالزبط ممكن يبقى جزء من اسم انا مش فاكر بالزبط الاسم الكامل فبكتب بس جزء منه فلو مثلا جدست اسلام هشام وعملت Search هيطلع لي فولدر اهو اسمه YouTube اسلام هشام بالشكل ده اقدر اعمل كده كمان في البراوزر يعني لو مثلا جيت هنا وخلناها نرجع هنا على جوجل لو دوسنا F3 ودورنا مثلا على كلمة Search حالان هو طلع لي زي ما انتو شايفين كده كل كلمات Search اللي موجودة في الصفحة اللي انا فتحها دلوقتي لو دست مثلا على كلمة Gmail حالان هو عملي Highlight على كلمة Gmail ال F4 بيساعدني ان انا شوف المكان او العنوان بتاع الفولدر اللي انا موجود فيه فلو مثلا دخلت على فولدر كوتزيلا ودست هنا F4 هنلاحظ ان الجزئية دي اتغيرت بالشكل ده وبقى عندي العنوان او الادرس بتاع الفولدر اللي انا موجود جوا دلوقتي ال F5 بيساعدني على ان انا اعمل Reload او اعمل Refresh للحاجة اللي انا فتحها في الطبيعي بنعمل كده ازاي بنتغط Right Click بعدين نتغط مثلا على كلمة Reload ولكن انا لو ضغطت على F5 بالشكل ده هتلاقوا ان حصل اعادة تحميل للصفحة اللي انا فتحها ال F6 بيساعدني ان انا اتحرك ما بين Screen Elements اللي موجودة قدامي يعني ايه انا دلوقتي موجودة اهو في Control Panel وهتلاقوا فيه بوكس منقط كده على الكيبورد ده معنى ان انا لو ضغطت Enter دلوقتي هيفتح معايا ال Properties الخاصة بالكيبورد انا لو قفلت دلوقتي وضغطت F6 هبتدي اتنقل ما بين Screen Elements يعني ايه الحاجة اللي بعد الكيبورد هي Power Options ولو ضغطت F6 تاني هتلاقوا ان البوكس المنقط ده عمال يتنقل من Element للتانية بالشكل ده ال F10 بتظهر لي او بتفتح معايا المنيو بار المنيو بار اللي هي بيبقى فيها الفايل والإدت والفيو والكلام ده بتبقى موجودة في معظم الأبليكيشنز فلو ضغطت F10 دلوقتي هتلاقوا ان ظهر معايا فعليا جواه ال Control Panel المنيو بار الخاصة بيها تاني حاجة ال Alt Key ال Alt Tab بتساعدني ان انا اتنقل ما بين الويندوز المختلفة اللي انا فتحها ولكن ال Alt Tab بتخلينا اتحرك لقدام يعني لو ضغطت Alt Tab وفضلت حطت صبع على Alt وضغطت Tab بالشكل ده هتلاقوا ان انا هو ممكن اتنقل ما بين الويندوز المختلفة اللي انا فتحها لو عايز اتحرك لورا بدل قدام بدوس Alt Shift Tab وابتدي بالزرارة Tab برضو اتحرك هول وراء وطبعا من مجرد ان انا بختار ويندو معينة وبقف عليها بلا ان انا انتقلت اليها ال Alt F4 بتمكني ان انا نقفل اي برنامج انا فتحه دلوقتي فانا دلوقتي فتح الكروم براوزر لو ضغطت Alt F4 بالشكل ده حلاق ان البراوزر اتقفل معايا ال Alt F بتفتحلي الفايل اوبشنز مانيو يعني انا لو كده دست Alt F هنا في الفايل اكسبلولر حلاق ان نفتح معايا كل الوبشنز اللي موجودة جوه الفايل مانيو لو رحت جوه البراوزر ودست Alt F حلاق ان هو فتحلي الفايل اوبشنز مانيو الخاصة بالبراوزر ال Alt E بتفتح ال Edit Menu Options يعني احنا هنا مثلا موجودين جوه ال Control Panel لو دست Alt E حلاق ان تفتح معايا ال Edit Menu Options ثالت حاجة ال Control Key ال Control F4 بتخليني اقدر اقفل ويندو معينة انا فتحها يعني هنا مثلا انا فتح ويندو معينة هي اسمها القرآن تاب لو دست Control F4 فحيقفلي ال ويندو المعينة دي هنا مثلا ال Help لو دست Control F4 فحيقفلي ال Help ده على عكس ال Alt F4 اللي كانت بتقفل البرنامج كله ال Control Escape بتفتح معايا ال Start Menu ال Start Menu اللي هي بتبقى موجودة تحت هنا كده في ال Windows ال Control Alt Delete بتفتح معايا الشاشة الزرقة اللي انتوا شايفينها قدامكم دلوقتي وبتمكني ان انا اعمل كذا حاجة مختلفة ممكن اعمل Look لليوزر بتاعي ممكن اغير اليوزر ممكن اعمل Sign Out ممكن افتح ال Task Manager وممكن اصلا اقفل الكمبيوتر لو عايز ال Control Plus بيخليني اقدر اعمل زوم in زي ما انتوا شايفين كده اكبر ال ويندو اللي انا فتحها وال Control Minus بيخليني اقدر اعمل زوم out اصغر تاني ال ويندو اللي انا فتحها ال Control C هي زي بالزبط ال Copy لما بقف على حاجة او اعلم على كلمة مثلا معينة وبعدين اعمل Right Click بيبقى عندي هنا ال Copy دي ال Control C ويبقى عندي ال Cut دي ال Control X ويبقى عندي ال Paste اللي هي اعادة اللصق بقى اللي هي Control V طبعا ده ممكن اعمله في كلام او في جملة كاملة يعني خليني اعمل مثلا هنا Control C وبعدين اعمل Control V بالشكل ده او ممكن ان انا اعمل Control X يعني اعمل Cut اقطع الكلمة خالص وبعدين اعمل نسخ تاني Control V وممكن كمان اعمل الكلام ده في Files و Folders مش شرط في كلام بس فلو جيت هنا مثلا وجيت عند كوتزيلا ودست Control C بعدين دست Control V فحلاقى ان انا عملت كوتزيلا Copy عملت Copy من كوتزيلا ده لو عايز اعمله Cut هدوس هنا عليه Control X بعدين مثلا اخش جوه يوتيوب اسلام هشام ده اللي هي قناتي التانية بالمناسبة واعمل Control V فحلاقى ان انا دلوقتي عملت Paste او عملت Lask للحاجة اللي انا كنت اعمل لها Cut باستخدام Control X Control A بتمكني ان انا اعمل Select All يعني اعمل اختيار لكل التكست اللي موجود في Document معينة انا فتحها يعني هنا في ال Word Document دي لو دست Control A فحلاقى ان كل التكست اللي موجود فيها اتعمل له Highlight ده مش لازم بس يتم في ال Word Document يعني ده ممكن يتم على اي حاجة فيها تكست فلو رجعت هنا مثلا تاني للشانل بتاعت كوتزيلا ودست Control A حلاقى ان هو علم زي ما انتم شايفين كده على كل التكست اللي موجود في الصفحة Control End بتخليني ان انا اوصل لاخر الصفحة اللي انا فتحها فلو دست Control End هنا هتلاقوا ان انا وصلت لاخر الصفحة لو دست Control Home هتلاقوا ان انا وصلت لأول الصفحة تاني Control Home وال Control End ممكن استخدمهم برضو مع النصوص يعني خلونا مثلا نقف بالكيرسر هنا بين لكم ورحلة وندوس Control Home هنلاقوا ان الكيرسر راح لأول الصفحة خالص برضو لو دست Control End هتلاقوا ان الكيرسر راح من اول الصفحة لاخر الصفحة او اخر الكلام خالص الـ Ctrl-Left والـ Ctrl-Right اللي هما زرائر الأسهم الشمال واليمين لو دست Ctrl-Left هتحرك كلمة كاملة للشمال بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده لو دست Ctrl-Right هتحرك كلمة كاملة لليمين زي ما انتوا شايفين كده الـ Ctrl-F بتخلينا قدر أعمل Search في المكان اللي أنا موجود فيه زي بالزبط الـ F3 اللي كنا تعلمناها من شوية هما الاتنين بيعملوا نفس الحاجة الـ Undo والRedo يعني إيه الكلام ده لو أنا مثلا جيت هنا كتبت إسلام بالشكل ده وعايز أعمل Undo عايز أرجع في كلامي فلو دست Ctrl-Z هلاقي اللي أنا عملته ده خلاص اتمسح لو دست Ctrl-Y هلاقي اللي أنا عملته ده هصله Redo اتعامل تاني ده ممكن أعمله في الكلام اللي أنا بكتبه وممكن أعمله مثلا في أي حاجة يعني لو عملت Copy-Paste مثلا للكلام ده خلينا عمل Copy لكلمة إسلام بـ Ctrl-C وبعدين أعمل لها Paste بـ Ctrl-V لو عملت Ctrl-Z برضه هارجع في كلامي ولو عملت Ctrl-Y هعمل الكلام ده تاني برضه ممكن أعمل الكلام ده في الفايل Explorer يعني أنا لو جيت هنا مثلا يوتيوب إسلامي شام دي عملتها Ctrl-C وعملت Ctrl-V فعملت لها Copy عايز أرجع في كلامي وأولغي ال Copy ده فلو دست Ctrl-Z طبعا هتروح زي ما أنتوا شايفين لو دست Ctrl-Y هتطلع تاني معايا زي ما أنتوا شايفين الـ Ctrl-Shift-Escape بتفتح معايا الـ Task Manager اللي بيبقى موجود فيه الـ Tasks أو الـ Applications اللي انت فتحها طبعا لو عايز تبص على Details أكتر بتيجي هنا عن The More Details وتضغط فيفتح معاك بقى كل الـ Processes اللي انت فتحها والPerformance والـ App History وهكذا الـ Ctrl-R بتعمل Reload أو Refresh زي بالظبط ما الـ F5 كانت بتعمل فلو دوسنا Ctrl-R هنلاقي أن حصل إعادة تحميل أو Reload للصفحة اللي معنا رابع حاجة الـ Shift-K الـ Shift-Delete بيخلينا أقدر أمسح الحاجة نهائيا من غير ما تروح في الـ Recycle Bin أو سلة المهملات يعني لو قفت على حساب الإنستجرام بتاعي اللي هو IslamHisham Underscore ودست Shift-Delete بالشكل ده هيظهر معايا الرسالة دي Are you sure you want to permanently delete this folder يعني عايز تمسح الفولدر ده نهائيا فلو دست ياس بالشكل ده هيبقى الفولدر اختفى ومرحش حتى في الـ Recycle Bin يعني مش هينفع أرجعه تاني غير طبعا لو استخدمت يعني Recovery Application عشان ترجع الحاجات اللي ممسوحها permanent ليه وبتاع بس دي قصة تانية مش هنخش فيها دلوقتي الـ Shift-Aro سواء الشمال أو اليمين بيمكنني أن أنا أقدر أعمل selection واحدة واحدة حرف حرف يعني أنا هنا الكرسر أهو واقف عند حرف الـ E لو دست Shift-شمال حاليا أن أنا اخترت حرف الـ E لو دست Shift-شمال تاني أو صباعي لسه على Shift-شمال حاليا أن أنا اخترت الـ R وهكذا بقى كل ما دست شمال هفضل أختار الـ Characters اللي موجودة شمالي لو دست يمين طبعا هعمل D-Select للـ Characters اللي موجودة أو لو وقفت هنا عند الـ E وبدأت ودست Shift-يمين فهبتدي أختار كل حاجة يمين المكان اللي أنا وقفت من عنده طبعا الكلام ده برضو ممكن أعمله في الفولدرز هنا يعني خلونا نعملك سريعا كده New Folder بالشكل ده لو جت هنا دست Shift-يمين فهلاقي أن أنا بختار الفولدرز اللي يميني لو رجعت تاني Shift-شمال أو لو جت هنا وقفت وخترت Shift-شمال وشفت يمين هتلاقيوا أن الـ Selection بيحصل زي ما أنتوا شايفين قدامكم كده الـ Shift-F10 بيمكنني أن أنا أفتح الـ Shortcut Menu الـ Shortcut Menu اللي هي بتبقى بالمنظر ده المنظر ده في الطبيعي أنا بفتحه إزاي بدوس Right Click فأقدر أعمل نفس الموضوع عن طريق الـ Shift-F10 بالشكل ده الـ Shift-Home بتمكنني أن أنا أعمل Highlight للتكست من المكان اللي أنا وقف عنده طبعا ممكن أبدأ مثلا من النص أو من أي حتة أنا عايزها حالي أنه هو اختار من أول المكان اللي أنا فيه لحد الأول لو جت هنا ودست Shift-End حالي أنه هو اختار من المكان اللي أنا فيه لحد الآخر خامس حاجة والأخيرة معنا النهاردة الـ Windows Key الـ Windows Key مع الـ Space بيمكنني أن أقدر أختار اللغة أو أغير بين اللغات اللي عندي سواء الإنجلش أو العربي أو لو عندي لغات تانية معمول لها Install على الكمبيوتر الـ Windows V بيفتح لي الـ Clipboard زي ما أنتوا شايفين كده الـ Clipboard ده بيبقى موجود جوا إيه؟ موجود جوا أي حاجة أنت عملت لها Copy قبل كده سواء عملت Highlight ودوست Write Click Copy أو استخدمت Ctrl-C زي ما قلنا طبعاً لو عايز تمسح الـ History بتاع الـ Clipboard ده بتيجي عند الـ Item اللي عايز تمسح الـ History بتاعها وتدوس Delete بالشكل ده أو تيجي عند الـ Item وتدوس Clear All فيمسح كله ويقولك Your Clipboard is empty الـ Windows Key مع الـ E بيفتح الـ File Explorer بالشكل ده الـ File Explorer ده اللي من خلاله بقى تقدر تخش على My Computer وتخش على Folders والـ Drive اللي عندك على الـ Computer الـ Windows Key مع زرار الـ Plus بيفتح الـ Magnifier أو العدسة المكبرة اللي من خلالها طبعاً تقدر تعمل Zoom In وتكبر لو انت مثلاً فاتح شاشة معينة ومش شايف قوي أو عايز تعمل Zoom In كده عشان تشوف تفاصيل أكتر وطبعاً من خلال بتقبأ أنا يعني دلوقتي بتحرك بالـ Maus أهو برحتي وطبعاً تقدر تعمل تاني Minus كده عشان إيه؟ ترجع Zoom Out وبعدين تقدر تقفل من هنا لو عايز الـ Windows Key مع حرف الـ I بيفتح الـ Settings بيفتح الـ Windows Settings بالشكل ده عشان لو عايز تغير في الـ Settings أو في الخصائص اللي موجودة عندك في الـ Windows بأي شكل من الأشكال الـ Windows Key مع حرف الـ D بيعمل Minimize All يعني بيعمل كده بيرجعك للـ Desktop على طول الـ Windows Key مع الـ Tab بيفتحلك كل الـ Windows أو كل الـ Applications اللي انت فتحها عندك على الـ Computer دلوقتي وبيظهرها قدامك على الشاشة بالشكل ده بحيث ان انت تقدر طبعاً تتنقل لأي ويندو انت عايزها من خلال انك تضغط عليها الـ Windows Key مع حرف الـ R بيفتحلك الـ Run الـ Run دي من خلالها طبعاً تقدر تعمل Run لحاجات كتير جداً يعني مثلاً لو عايز تفتح الـ Command Prompt اللي هي الشاشة السودة دي فهتكتب جوه الـ Run CMD وبعدين تدوس OK فيفتح معاك الـ Command Prompt بالشكل ده كل الاختصارات التي تم ذكرها هتشتغل على أي ويندوز كمبيوتر ممكن بعضاً منها يشتغل على الماك ولكن مش كلها لان اصلاً نظام التشغيل بين الماك والويندوز مختلف طبعاً ده غير ان الـ Keyboard Layout او زرائر الـ Keyboard اصلاً نفسها مختلفة طبعاً في اختصارات اكتر بكتير ما اتكلمناش عليها تخص برامج محددة بقى زي مثلا الـ Microsoft Word او الـ Excel او الـ Google Docs او الـ Google Sheets ولكن يعني ما كانش ليها مكان في الفيديو ده فلو حابين ان احنا نعمل فيديو مخصص للبرامج دي واختصاراتها اكتبوا لي تحت في التعليقات يعني اتمنوا كده وانا ان شاء الله هاقلوك كل اللي نفسكو فيه اتمنى تكونوا استفدتم الفيديو يعني يا ريت كده ما تبخلوش علي او تعملوا لايك ولو مش مشتركين في القناة هتشرفوني جداً باشتراككو حاولوا تعملوا شير مع اي حد ممكن الفيديو ده يفيدو الدلع الخير كفاعلو وان شاء الله هشوفكو المرة الجاية السلام عليكم